السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدي On Time Sports في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب On Time النادي الآلي يتأهل لدور النهائي لكأس مصر ولكن تأهل على حق يعني نادي الآلي النهاردة يستحق العدالة بتقول النادي الآلي يتأهل واحد يقول لي بقصة سيف ده لهاني سليمان خنق مطشين ده سموحة خسر في أول عشر دايق ده سموحة النهاردة ما جاش من اسكندرية ده الآلي النهاردة ما يعني مباراة كانت من طرف واحد صح كل ده صح بس كولر اللي خلى المباراة كده وأي حد يقول أي حق غير كده يبقى في الكلام كلام كولر النهاردة ابتدى بداية تخلص الموضوع تنهي عن الموضوع نزل من أول دي أنا مش جاي أغزر أنا جاي أكسب وماشي أنا جاي أكسب وماشي شجاعة كبيرة النهاردة إن يدفع بكهربا بعد ما جهزه يعني واضح خلاص إن هو اشتغل واضح إن كولر مدير فن كبير اشتغل بشكل كبير جدا على كهربا وما دفعش بكهربا غير وهو جاهز لأن كهربا النهاردة واحد من نجوم اللقاء بلا منازع ما يعملش كده غير لو هو جاهز مية في المية مش بس جاهز فنيا مش بس جاهز فنيا جاهز فنيا وجاهز نفسيا كهربا عنده مشاكل كتير تخلي دماغه برا الملعب لعيب النهاردة مش عارف إيه اللي منتظره مش عارف يومي اتنين اتنين إيه القصة حدفع الفلوس إزاي الأمور عاملة إزاي كولر نجح إن يخلي كهربا يربي كل ده ورى ظهره كل ده ورى ظهره ويلعب مباراة النهاردة كبيرة ملعبهاش كهربا من سنين اللي النهاردة كهربا اللي النهاردة كهربا لازم يتوجه له بالشكر فعلا ويعمل له تمثال اتنين اتنين كولر رقم اتنين ركزوا معايا كولر رقم اتنين ورقم واحد اللي قدامنا في الشاشة ده المدرج الكبير ده اللي فيه الشباب دول هو ده هو ده اللي كولر اللي كهربا النهاردة لازم يروح يقول لهم قد ترقل في خيركم اللي استقبال اللي استقبله النهاردة جمهور النادي الأهلي الكهربا حرك الحديد حرك الميا الرجدة خلى الفولت العالي عالي من أول دقيقة فالنهاردة اللي كولر عمله مع كهربا يفتكرون له مدى الحياة لأن الدفع بكهربا النهاردة مخاطرة كبيرة جدا جدا محدش عارف هي ممكن تروح لفيه وكمان مش بس كده مسندة جمهور الاهلي النهاردة الكهربا من أول زور ليه من ساعة منزل ميل أوتوبيس هو طبعا حاجة يعني حاجة كبيرة جدا مش جديد على جمهور الاهلي فوز مستحق بنسبة 100% لعبة الاهلي النهاردة تستاهل الفوز الكبير ده تستاهل الفوز المريح ده كولر اشتغل بنظام ماتشاط الملاكمة نوكاوت من أول دي آه الهاني سليمان يعني نهى المباراة في أول ربع ساعة هاني سليمان على فكرة حارس كبير ولكن هو برا التركيز مش عايز مش عايز أدبح الولد خطأين النهاردة وراء بعض ولكن الاهلي كان عنده عزيمة يعني فيه فرق كده فيه أحيانا يقولك ايه أهو جونجة لا النهاردة الأهلي يكسب 4 و 6 و 8 و 9 ويعمل سكور النهاردة كبير يعمل النهاردة سكور كبير لأن الأهلي النهاردة نازل ضاغب من أول دي ما بيهزرش الشوت التاني مكمل ضغط كهرباء واضح أنه عنده حماس كبير محمد هاني متقلق بشكل كبير جدا النهاردة كولر ادى فرصة لعدد كبير من لعبة النادي الأهلي الصفقات الجديدة النهاردة كلها في الملعب خليد عبدالتاح كريستو مروان شادي حسين كل الناس النهاردة موجودة أحمد عبدالقادر أحرص لهدف الأول أحمد حمدي فتحي كهرباء في ديئة 36 حسين الشحات النهاردة أداء الحياة رائع جدا 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 ولكن يبقى أن أنا نفس أشوف مهاجمي الأهلي تاني و تالت و رابع مهاجمي الأهلي في أسامي الهدفين في قائمة الهدفين نفسي دي النهاردة أشوفها حسين حسين حنوقف عند اللقطة دي شوية حسين حسين لجمهور النادي الأهلي بعد إحراص ضربة الجزاء ندوله هتفوله ندوله هتفوله شولهم فيش أي قصة ما فيش أي موضوع عارف أنه ممكن نوقف عندها كتير ونقول واصل واحترافه فيش دي مباراة انتهت يعني مباراة ثلاثة واحد هو جاب هدف ولكن يبقى ده الجمهور اللي في قلبه بيقدي زي ما هو في الملعب وبموت نفسه مع فريقه ولعيب جيد ولعيب محترف بس هم دول بقى يعني لقطة ما حدش يقدر يقوله اعملوا ما تعملش هي طلعت كده ولكن هي ليه مدلول كبير ان انت الحب كبير انت اللي هتبضل دايما في القلب حسابات كتيرة جدا 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 الاقل النهاردة يستحق المكسب يستحق ان هو يكون موجود في المباراة النهائية الاقل النهاردة على رأي الكواليني الاقل النهاردة غير كواليني النهاردة كان هو معلق المباراة ودايما هو ليه جملة شهيرة الاقل النهاردة غير الاقل في المباراة الماضية مكانش في افضل حالة فنية النهاردة كولر بيعزف سيمفونية يدفع بالجداد ويدفع بالوراء ويدفع بالشباب ويجرب ده ويلعب هجومي عمل كل حاجة في الكورة ألف مبروك للنادي الأهلي ألف مبروك لكابت الخطيبة مجلس إدارته ألف مبروك لكولر مدير فني جيد مدير فني جيد في تجهيزته لكهرباء دي التجهيزة دي مش كهرباء نزل لوحده يجري كده في الملعب لا ده كولر عارف هو بيعمل ايه وعارف بيبتدي بيه ازاي عارف اللي جاي لكهرباء خلصناه أظن كلكم بيتوا حافظين يوم اثنين اثنين والعلم عنده يعني والغيب والعلم عند الله بقى خلاص بعد يوم اثنين اثنين ايه اللي حيحصل رايح فين ولكن أنا بقول تاني الكهرباء معاك ادفع ادفع عشان تعدي ادفع عشان تخلص ادفع عشان تلعب باستمرار وترجع تدخده الدنيا تاني ادفع خلي الجمهور بقى يستريح وتلعب وازمالك ياخد حقه والامور تمشي وتركز مع الاهلي لانك اجلا ام اجلا هيخلص الموضوع هتدفع فخلص ولكن النهاردة تحية كبيرة لكهرباء اللي انتقدناه كتير وقلنا له ركز كتير وقلنا له حرام عليك نفسك كتير النهاردة يتفوق على نفسه سيمفونية النهاردة بيعملها كهرباء نزل النهاردة كهرباء بعد المباراة راح قال راح قال عدها تاني يا نصر راح قال لجمهور قال الاهلي انتو فوق دماغي انتو فوق دماغي وليه لقطات كتيرة في اللقطات دي ليه لقطات كتيرة ولكن هو راح الحتة دي لانه هو عارف هم استقبلوه ازاي وعملوا معه ايه والمرضود كان في الملعب ايه كل التوفيق ان شاء الله بإذن الله للنادي الاهلي وكل التوفيق لنادي بيرامتس في المباراة النهائية الاهلي يوصل للنهائي بيرامتس وصل للنهائي فرقتين كبار ان شاء الله بإذن الله قدموا مباراة جيدة هارض لك الاسموحة هارض لك للزمالك مبارح والنهاردة عندنا حديث كتيرة كمان عن الزمالك نشوف كولر أليه في المؤتمر الصحفي نشوف كولر أليه في المؤتمر الصحفي شعب Be tu نشوف كولر أليه correction اتحركنا كتير كان فيه كرة كلها كانت مظبوطة زي ما انا عايز وبالذات كهرباء ادى كل ما انا عايزه منه وعمل كل حاجة مطلوبة منه هو سعيدنا كتير ان احنا نتقدم في الشطل اولاني مفيش عندي لعيب حاجز مكان مفيش حد مع التذكارة يحاجز مكان في التشكيل مهما كان مستوى لكن كهرباء اول مطشي اديه بعد فترة طويلة جدا وعمل جهد كبير اوي فانا لازم اشوف باردو بكرا بدانيا هل هو هيبقى قادر ان هو كمان يومين يلعب مطش تاني عنيف كدا ولا لا فتاني الموضوع اه انا بأشكر كهرباء ومبسود جدا لي ان هو عامل ادى كويس نهارد وساعدنا ان احنا نكسا بمباران نهارد لكن مشاركته دي لسا عليها نستفام نحن ندنا لسا وقت الغاية اخر الشهر وقت ان شاء الله ان احنا نقدر ان نتعقد فيه مع مهاجم احنا عشان بقى حد تبقى عارفين ان المفاوضات بتبقى مرهقة بيقى فيه حوارات كتير لازم حق كتير انها تتم ان النادي يوافق على بيع اللاعب ان احنا بنختاره ان اللاعب يوافق ان المبالغ المالية تتوافق كل الحاجات دي فبتخشف مفاوضات مرهقة احيانا جدا عشان خاطر ان احنا نلاقي ان احنا عايزينه بالزبط لكن انا واثق ان شاء الله ان احنا قبل نهاية الشهر هنكون معانا المهاجم بازنينة احنا عندنا لعب كبير عندنا 30 لاعب في القيمة فمش هجيب اي لاعب كمالة عدد مش هجيب لعب اقل من اللي عندي والتاني بقول ان انا عشان اجيب لعب فيه عناصر كتير جدا لازم تزبط اولا لازم يكون احسن من اللي عندي ثانيا لازم يكون عايز يجي النادي الاهلي ثالثا لازم النادي بتاعه عايز يسيبه رابعا لازم يكون القيمة المالية بتاعته برضو تقدر نهى في الميزانية بتاعتنا حاجات كتير جدا فكل العناصر دي بنفكر فيها قبل ما نجيب أي لعب عشان ما بزودشوا خلاص على التمرين بتاعي إذا أنا قلت لحضراتكم قبل كده أن صفقة نادي الأهلي خلصت بالفعل خلاص في الرطوش الأخيرة مهاجم مهاجم ويبحث النادي الأهلي على طرف شمال مع علي معلول كورقة بديلة في الجزء ده ولكن النادي الأهلي بالورق اللي موجود عنده لو اللعيبة فائت لم احتاج حاجة ولا عايز حاجة وموره تمام وتعشت وزي الفل بالورق اللي موجود دلوقتي النادي الأهلي ينقصه مهاجم محمد هاني بيقدي الحقيقة بشكل رائع جدا السفقات الجديدة واضح أن مروان حيات أقلم مروان النهاردة الحقيقة شغال على الفترة اللي نزلها بشكل كويس هتبقى فرصته في المشاركة متعبة وصعبة لأنه عنده في مكانه طبعا حد سوالة حرج السلية تلاقي حمدي فتحي تلاقي ديانج تلاقي طب حترايا حمين ولكن محمد هاني أنا مبسوط له لأن محمد هاني أنا مقتنع أنه هو لعيب كويس ومقتنع أنه هو محمد هاني لو أخد السقة حيروح في حتة تانية طبعا في انتظار إن شاء الله بإذن الله يرجع بألف سلامة أكرم توفيق وتمشي الأمور معه بشكل جيد يقولك دايما اللعيب المحترف محترف يعني لا بيفضل له صاحب ولا بيبقى فيه انتماء بجمهور ولا بتاع بيجي يتعاقد يأدي ياخد دولارات يخلع كل سنة وانطيبين دايما رهمنا أن حتى المحترف في لقاءات السنين اللي احنا بنعملها في لقاءات السنين اللي احنا بنعملها في الإعلام أن المحترف ده بيتعلق أحيانا بلعيبة وبيتعلق أحيانا بجمهور حتى لو فترة كانت قصيرة بدري بنون لعب كبير ولاعب منتخب المغرب وقصر الدنيا في كاس العالم وعمل أداء جيد جدا كتب النهاردة تويتا لقهربا وقال له تعالوا نشوفها كده الأول قدامنا بدري بنون قال إيه لقهربا النهاردة بعد المباراة حط صورة وكتب عليها خوية الفلت العالي واضح إن علاقة واضح إن متعلق بالنادي الأهلي واضح إن هو يعني عارف إن كهرباء لعب كبير واضح إن هو بيتفرج علينا وهي دي النقطة الأهم بصراحة فالحقيقة عجبتني جدا اللاطة عجبتني الصورة عجبتني التويتا فيعني مهما كان اللاعب مهما راح اللاعب في حتة تانية ولكن يبقى دائما وأبدا يبقى دائما وأبدا اللاعب بيتعلق أحيانا بجمهوره ويتعلق أحيانا بزملائه كابتن جهاد جريشا مساء الخير كابتن سيف ما سأغير حضراك وعلى كل مشاهدينك أخبرك يا كابتن كله كويس؟ الحمد لله رب العامين رأي حضراك النهاردة في ضربة الجزاء نبتدي على طول صاد ضربة الجزاء جاهزة جماعة أهيا كابتن معانا ماشي ما حضرتك أهيا كابتن بص يا كابتن سيف المعيار دائما بالنسبة لنا كحكيم الوصول للكورة الراجل ما وصلش للكورة طبعا في رسالك في الأول ناردة بتشكك في الراجل الجزاء لكن بنيكلم الخطأ الواضح اللي ممكن الحكم يكون موجود في اللقطة إن حكم الفرق دخل وما يحتسبش راجل الجزاء ما فيش خطأ واضح من الحكم القصة كلها إن الراجل حط رجله مهاجم سموحة وده ما سموح له مدافع النادي الأهلي لو وصل للكورة خلق ما فيش خطأ أي تلامس بيحصل أي تلامس بيحصل حتى لو كان تلامس ضعيف بيتم احتساب راجل الجزاء راجل الجزاء في المنطرة ده ما فيش خطأ واضح للحكم ممكن حكم الفرر يدخل فيه وبالتالي من كل اللقطات ومن كل الزوايا راجل الجزاء صحيحة تم احتسابها لنا تسموحة وإحنا في اللقطات من يكلم عن تحد دولي لم يجيح لاللقطة دي دايما صبرت مع الحكم لما فيه ما فيش خطأ واضح للحكم إن إحنا نقدر نقول دخل كحكم الفرر نقول لما فيش راجل الجزاء لأ ما فيش فيها كده لكن بالتالي لازم صبرت الحكم ونقول راجل الجزاء صحيحة تم احتسابها لنا تسموحة جون كهرباء كابت نشوف اللقطة كده هنشوف كهرباء مع بعض يجيون كهرباء مع حضرتك هي اللقطة بدايتها كابتن بس إن عدل هو من وضعه يعني بدايته راجع ودخل جوه هل فيها لا بش فيها يعني هنقولنا بداي للنهاية إن الكرة إن الراجل كان موجود في موقف تسلل ما تدخلش وعدين تلاحظة لمسا هنرجع بس لحظة اللامس زميله للكرة هنرجع هو موجود في موقف تسلل هنرجع بس لقطة كابتن سيف صحيح بس نوضح للكلام لا في لحظة لعب يزميله الكعرابة في موقف تسلل اللحظة لاجة زميله اللعبة اللي جاية مش اللعبة الأولى دلوقتي الكعرابة ما تدخلش اللي نرجع بس خطوة كلام بس نرجع وراء خطوة نرجع وراء خطوة هي يا كابتن معايش أنا عايز أرجع بس لقطة لقطة هو دلوقتي في موقف تسلل لم يتدخل نلعب كده نمشي خطوة نمشي فريم فريم اللقطة كده هو كعرابة في موقف تسلل لما تلعبت من زميله هنا هو ما تدخلش نكمل واحدة واحدة ماشي مع بعض هنا كعرابة يعاقب لو تدخل تدخل في اللعبة تدخل مع قص لو تدخل في اللعبة تدخل مع قص لمسة الجديدة دي لمسة جدية من زميله دي هو موجود في موقف سليم وبالتالي لا يعاقب تستمر اللعب تراه ودلوقتي يستلم الكرة لما زميله للمس الكرة هو كان في موقف سليم وبالتالي لا يوجد تسلل تمر اللعب ولعبها لزميله اللي أحرز الهدف وبالتالي هدف صحيح تم احتفابه لنا دي بأحلي فيه كرة أحمد عبدالقاد اللي تم احتفابة تسلل كابتن نجيبه مع بعض رأيك بصفة عامة النهاردة في تحكيم يا كابتن في المباراة بصفةよね نجيبها نجيبه 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 لتعكيم عمل مباراة جيدة تحكيميا إنسة بأكسة إنه جبجونين والإله المطش يعني يخلص من بدري لا هو في الآخر التحكيم هو التحكيم بنتكلم إن إحنا في الآخر طبي我就ى التحكيم النهاردة عمل مباراة جيدة تحكيميا. والنهاردة في حاجة ايجابية لدي نبرزها. ان فيه شغل النهاردة على الارض كتحكيم تحكيم محترم النهاردة في ماتش الهدس موح. اللقطة بتاعت عبدالادر اخير انا كابتن. فاضل. من نوجة لحد ما يجيه بس اللقطة. من نوجة نظر حضرتك المدرسة الانسب للاهل والزمالك ايه? ماتش اللي جاي. تحكيمية. احنا جلنا الحاكم اللي فات كان بولندي. اه طبعا اكيد مش هيجي حاكم الماتش الجاي بولندي. فهيجي لنا مدرسة تانية. نبعد عن على اتنين مدربين. اه الاهل والزمالك. وبالتالي يختار اي مدرسة في اوروبا مش مشكلة خالص اه اي حاكم هيجي من اوروبا هتلاقي دينا سهلة من نسباله. وان شاء الله ينجح في المباراة وكل فاريه ياخد حقه في التحكيم. لكن الاخر هتبعد عن البولندي هتبعد عن جنسية المدرب اه الاهلية. هتبعد عن جنسية المدرب بالزمالك. صح. وتختار اي جنسية في اوروبا مش مشكلة خالص فيها بعد جدا. طيب. اللقطة جاهزة معنا جماعة. طيب. اللقطة كابتن مش جاهزة. بشكرك يا كابتن جهاد. ما فيش مشكلة خالص كابتن تحت اهد. بتشرب بوجود حالك دايما. شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا. دي دي بعض اللقطات في المباراة. ازا المباراة تحكيميا هادئة ورائعة جدا. الاهلي النهاردة البيراميدز هيكون الفريق رقم ستاشر اللي بيواجه النادي الاهلي في نهائي كأس مصر. بصوا بقى. في المركز في المركز الاول اكيد الزمالك طبع. في المركز التاني المصري البستعيدي. ولعب سبع ماتشاط. في المركز التالت الاتحاد السكندري. ولعب خمس ماتشاط. في المركز الرابع السكة الحديد. ثم الاسماعيلي والترسانة غزل المحلة. الولمبي المقاولين والمنصورة. طلع الجيش حرس الحدود. اسوان القناة. السكة الحديد لعب نهائي الكأس اربع مرات مع النادي الاهلي. السكة الحديد الحقيقة عنده ماشي في الدوري القسم التاني بشكل كويس. متصدر هو وزد. عنده مباراة بكرة مهمة جدا. متسوين هو وزد في اخر مباراة في الدور الاول. بكرة مباراة على استاذ القاهرة. السكة ماشي بشكل رائع. مقدم كورة مع امير عزمي مجاهد رائع جدا. يمتلك لعيبة على اداء عالي. امير انا شكرت فيه قبل كده ومشروع مدير فامني كويس. وحيقابل تزد بكرة كابتن مجد عبد العاطي برضو بمجموعة كويسة. بكابتن وليد صلاح الدين بلعيبة كويسة بكرة. ان شاء الله بازن الله تبقى مباراة رائعة في القسم التاني. امام فرقتين كبار. نتمنى لهم ان شاء الله بازن الله كل التوفيق. طيب ناخد ناخد اللقطة. جبتوا اللقطة. كابتن جهاد اللقطة تاني معلش. رأي حضرتك. اللقطة دي بتاعة اللقطة بتاعة اللقطة بتاعة الكهرباء. احمد عبدالقادر يا كابتن. طيب نعيد ساعدنا دي. لا بس عشان انا مش حاب بكلم معين اللقطة بالضبط. هي كابتن اللقطة دي تسلسل او تسلل او. هو تسلل مية في المية. شايفها كابتن معنا? لا انا ما جيتش لقطة قدامي. انا بتكامل عوض الكهرباء دلوقتي الهدف كهرباء اللي قدامي. اللقطة قدامنا هيا كابتن. انا برجع تاني كابتن. اهي قدام حضرتك. اه تمام. اه كابتن يعني موضوع سهلا كتنسي بدي حضرتك قلت. اه. يعني ايه. الراجل عمل دي لي. يعني في الاخر. ما تحسبش يا كابتن ما تحسبش عشان الجوم مسيكة تبقى لعبة جديدة? لا خالص لا خالص. لا لا. مفيش كلام. هو بس كابتن هو دلوقتي التسلل واضح ان الراجل راجل متقدم ببيان التسلل واضح خالص. اه. فالراجل عمل دي لي. المساعد عمل دي لي. خلاص. هو دلوقتي دلوقتي اشترك مورد اشترك في اللاعبة خلاص. اه بيرفع الراية وقرار صحية. وغط مظر عن جون جون اللي هي بالكورة. مش لاشي الكورة هو الراجل رفع الراية قبل كمان موصل لكورة للجون. تمام. مورد الكورة خلصت وانتهت رفع الراية بتاحته والتسلل صحيح. اذا اذا انقرار مية في المية. لا لنهاردة اللي بتحكم كان جاءت جدا. عشر على عشر. مشكورك يا كابتن. شكرا كابتن. مشكور حدلك شكرا جزيلا. اتكلمنا على النادي الاهلي. وقلنا تفاصيل كتيرة جدا تخص النادي الاهلي وتخص اداءه النهاردة الرائع وتخص كولر وكل حاجة. وكلمنا على اسموح النهاردة ان هو ما كانش حاضر. ما كانش حاضر المباراة. هاني سليمان النهاردة عمل خطائيين اتغير في الدية 15. ما كانش فيه اختيار عند طارق العشري. يعني بعض الناس يقول لك ايه طارق العشري النهاردة دبح الهاني سليمان. يعني لو لو حارس كبير ممكن تصبر عليه. بس النهاردة كابتن طارق العشري الحقيقة ما كانش عنده حل تاني. لان الحالة اللي ظاهر عليها الهاني سليمان في بداية المباراة. خلاص. نوكاوت. يعني يعني خلاص الراجل برة التركيز. الموضوع انتهى. هدف واثنين. انا اتفق النهاردة مع كابتن طارق العشري في هذه المسألة. لان اعتقد النهاردة ان تدخل طارق العشري من وجهة نظري انا. حما الهاني سليمان. حما. لان الهاني سليمان النهاردة هدفين. لو الامور راحت فاكتر من كده. وكلها مثلا اخطاء او كلها حاجات يعني همي. هو متسبب فيها. كانت الامور هتبقى صعبة بالنسبة له جدا. فاعتقد انه كان محتاج يعمل فراش جديد في الملعب. وكان محتاج ينزل لاعب جديد. يبتدي ياخد الفرصة. يبتدي يكون عنده الحماسة. محاولة منه للعودة للمباراة من جديد. اعتقد انه هو النهاردة عمل الصحة. ولكن. ولكن. اللي بيحصل في سموحة عايز وقفة. اللي بيحصل في سموحة عايز وقفة. مش موضوع اه الادارة الفنية او الكابتن طارق العشري او آآ اللاعبين او اللاعبين على مستوى او الخلافات او رئيس النادي ممكن يكون له وجهة نظر. مجلس الادارة له وجهة نظر اخرى. بس كل ده مش لمصلحة الكيان. الناس دي كلها المفروض متجمعة. عشان الكيان ده. عشان حب الكيان ده. نادي سموحة المفروض الناس دي كلها. جاية تحت شعار. احنا جايين نخدم سموحة. انا لو ما كان الكابتن طارق العشري بمنطقة الصراحة. يعني هو الراجل نفسه طويل. انا لو ما كانه حمشي. يعني انا لو ما كانه كل ماتش. لو انا ما كنتش موفق. لو انا اه كسبت مسلا خلاف مع رئيس النادي عايز ماشيني او تصريحات او 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 شد وجذب. اه خلاص المشهد اللي متصدر لللعيبة. استمرار الكابتن طارق هي مسألة وقت. لان المناخ مش موجود. يعني المناخ نفسه الهادق. السابورت حتى على فكرة لو احنا ما اتفقناش ووصلنا النقطة ان احنا خلاص يعني الجهاز الفني حنرحل بس مش بالشكل ده. لازم يكون الشكل هادئ. لازم يحصل توافق شوية ويحصل هدوء شوية ما بين مجلس الادارة وما بين السيد رئيس النادي الموانس فرج عامر. ويتفق على الصالح العام. يتفق على الصالح العام لصالح السموحة. انا شايف ان هي مسألة شد وجذب اللي حيدفع التمن. مش طارق العشري. طارق العشري في الاخر. مدير الفني مش في مجال تقييم دلوقتي. حيمشي من سموحة وحيشتغل في حد تاني هو جهازه الفني. اللعيبة هتقعد وتكمل وتروح مكان تاني وحكمل تاني في نادي سموحة. لكن اللي حيتأثر النهاردة نادي سموحة. اللي ممكن النهاردة يبقى معرض ناوي بقى في منطقة خطر نادي سموحة. وما فيش حاجة بتمشي بالضغط ده. يعني لازم الامور يبقى فيها حالة هدوء وحالة استقرار. النهاردة شفنا مشهد مش متعودين عليه من الهاني سليمان. لان الهاني على فكرة حارس مرمى. انا اسف في اللفظ بارد جدا. بارد. ما عندهش احساس يعني الامور بالنسبة له. كان دايما الكابتل ان احمد ناجي وبيضار بيقولك ده مش في دماغه. اي حاجة. والحقيقة عهدنا مع الهاني سليمان كده. هاني سليمان يقع على الارض ده شوات وقت يكتب تويتا. يعمل بتاعه. كل ده ماشي. كل ده ماشي. ولكن في النهاية في النهاية. هو حارس جيد. فالنهاردة خرج عن التركيز. امور النهاردة خلاص بات برا الملعب. فخلاص. يعني اعتقد ان لازم اضاء مجلس دارة نادي سموحة. الاول هم ياخدوا القرار. انتو حضراتكم دلوقتي. الهدف والقرار. خدمة نادي سموحة. يبقى كلهمش في اتجاه واحد. شدوا جذب المجلس في حتة. رئيس نادي في حتة. تصريحات من هنا. وتصريحات من هنا. فالامور صعبة. صعبة للشغل. وصعبة لطار العشرة عشان يكمل. وصعبة اللعبة عشان يبقى فيه هدوء. صعبة. في شوات حاجات بتحصل برا الملعب. لازم تحصل عشان يبقى فيه ملعب. عشان يبقى فيه ملعب. طيب ناخد محمود شبانة لعب نادي سموحة شبانة مساء الخير. اخبارك ايه وحشني? اخبارك ايه وحشني كتير والله كتير. كله كويس? حبيبة كتن بخير والله الحمد لله. المباراة الاخيرة دي? والله ايه المباراة الاخيرة كل مرة بدون المباراة الاخيرة كانت. يعني انا لحد دلوقتي محدش بلغني رسمي يعني. يعني محدش بلغني محدش بلغني رسمي ان انا اه يعني هرجع عنادي الزمالك تاني يوم ما هتكلمه مع النادي. مبعث الفاكس اه. لكن انا. انا كلمت انا كلمت مباشرة مع المشار مرتلا منصور من تلات ايام مباشرة قبل الهوى. قال لي احنا بعتنا فاكس رسمي ان اخر مباراة لشبانة اللي قادمة ثم هيرجع لنا. والله تمام اكسل بس انا لحد دلوقتي يعني اه انا رسمي محدش بلغني بحاجة. يعني انا خلصي بماشر النهاردة وآآ وحتى احنا عاديين في في الكندق فرجعت تاني مع الفرقة عما اصلا عشان ان ده ماشي جمعة مع سراميكة لكن محدش. يعني انت المباراة اللي جاي موجود مع سموحة? هو دلحد دلوقتي انا محدش تكلم معها بحاجة كبس بس اه فانا موجود مع الفريق عادي. محدش تكلم معك من سموحة ان الزمالك بعت ولا محدش تكلم معي اصلا من زمالك. من زمالك. لكن هما سموحة هنا هما ما اه يعني زمالك بعد ثم فكرتني لكن انا ما معرفش ايه للتفاصيل ما اتكلمش مع حد لان ما حدش بلغني انا بحاجة يعني. طب انت انت لو قرار قرارك هتعمل ايه? والله كمتن وانا يعني انا تحت امر النادي وفي الاول الاخر انا جاي اعرض لدي سموحة والحمد لله انا يعني سباح بيعمل اللي عليه وبيتعب في البلعب وموجود وبلعب مع نادي سموحة. اه النادي احتاجني انا اكيد طبعا بطاحت امر النادي يعني. اه. ملك ليه بتقولها ملأ لا كده انت محسسني ان انت يعني ما بين ناري. لا لا يا كابتو والله لا اهو. هل انت هل انت الام العودة من الزمالك انت ما تلعبش وتفضل ان انت تلعب مسلا في سموحة? بالعكس اكابت ان انا ما خدتش فرصة في الزمالك عشان اقول انا ومش الان. ما ليه? ان انا لكن انا بالنسبة. جمد جمد قلبك كده اقول ايوة انا انا جاهز ارجع الزمالك طلبوني. حرجع ولا حسسسني باي حاج? لا لا والله يا كابتو انا يعني انا بكلم حضائك انا هم لما اتكلموا طبعا بعد فاكس ده دي فطبعا انا كنت مبسوط ان انا اه يعني الواحد يحق حيلم ان هو يرجع ان نجي زاني لكن اه لكن محدش بلغنا انا رسمي. انا بقول لك رسميا المعلومة اللي عندي مباشرة من مشار مرتلة. انا كلمته سألته. قال لي المباراة الاخيرة هتكون ليه مع سموحة في كاس مصر مع النادي اهلي ثم هيرجع لنا بعدها مباشرة. والله كنت انا. وعرضت الخطاب اللي اللي اتبعت لسموحة. اه اه ما هو انا حد دلوقتي انا موجود مع مع سموحة. اه في المعاكر عشان عندنا مباراة سرمية ومجمعة. اه. لكن النادي الزمالك طبعا انا لو ما حدش يعني حد تواصل معي اكيد اه موجود يعني. يعني انت لو رنولك حت هتجرى على هناك. اه ده حد الوقتي انا بكلمك حد الوقتي يوم اه تواصل بك في رسم مع النادي لكن انا بالنسبالي في الامور المادية والااا والقصة اللي هي مع مع النادي طبعا فلوسها ترجع تاني الاسموحة اه دي الامور ادارية معهم يعني لكن انا بالنسبالي انا ما حدش تواصل معي. مباراة النهاردة رأيك في ايه? الله كبت ان احنا يعني كنا النهاردة مباراة اه كنا بتمنى ان احنا نبقى اه كنا بتمنى ان احنا نوصل للنهائي لكن اه اكيد بتلعب فريق هو فريق نادي باهلي. فبدأنا المباراة بشكل اه كنا كان في شوية تركيز زيادة اوي فكان لعبة يعني كانت التركيز ده كبت ان لما ببقى زيادة اوي بينعاكس علينا في الملعب ممكن يعاكس عليك السلب. فبدأنا بشكل كويس بشكل غلط وتقابلنا طبعا هدفين. فبعد كده يعني كانت نظمنا واتكلمنا مع بعض وان احنا يعني اه يعن حاول نرجع تاني لكن اه اعملنا شو بس تاني بطراح كنا كويسين لكن اكيد هو الاخر اه كنا نتمنى ان احنا نوصل للسايمل بس اه بس طبعا اه يعني يعني النهاردة كان مباراة صعبة. عدم توفير النهاردة الهاني سليمان كان حاجة بالنسبة لكم جديدة. اه والله بفرعة كابتن اه كابتن يعني الفترة فات كلها كان يعني اهو شايلنا وامل عامل مطشاك كبيرة. اه وطبعا غنى عن التعريف يعني لكن اهو اكيد وارد وارد يحصل نواة. طبعا. تبقى في يوم مش يومك يعني. فلكن دي حاجة ما تقلل ما تقللش منه فالس. لكن الفترة الجاية ان شاء الله يعني ان شاء الله اهو اكيد ليه دور كبير معانا كابتن اكيد حتى في اه في لام الفرق او في الكلام لكن اه وارد ان يحصل ده وارد ان يحصل بقى في يوم مش يوم اه. الالب دادة النهاردة بداية قوية للمباراة. بداية ما اعتقدش حتى انت كنت متوقعين. والله والله هو طبيعي كابتن يعني ماتش كاز. فماتش ده يعني يعتبر ماتش كاز ده وكل مباراة بطولة يعني. تلعب ماتش تان دي اه ممكن توصل مية وعشرين دي اه فلازم اه كنت تتطول في الوقت على قد ما تقدر. فطبعا اهلك النازل تضغط علينا وان هو عايز يعني الاهلي والزمالك بزيزة كافل لما بتعدي اول ربع ساعة واول نصف ساعة من مباراة. فبالنسبة لك بتبقى افضل انت بيستح لك اللعبة اكتر. لكن لكن هو النهاردة كان عايز نستثمر لأول ربع ساعة او تلت ساعة والعكس كان بالنسبة لنا احنا يعني كان فيه اخطاء فطبيعي اللي حصل يعني. هل انتو هل انتو مسألة هجوم الادارة? اه اه ما اثر عليكم في حاجة شبانة يعني كنت بتكلم عن كابت انطار العشري من كام يوم. وقال لي ان احنا يعني موضوع الخلاف والتصريحات تحت الادارة ما تخلينكو مش عارفين تركزوا. هل الكلام ده مظبوط? والله كابتن يعني احنا احنا كلعيبة بنقعد مع بعض وبنتكلم مع بعض. اكيد فيه او الاخر يعني احنا مصلحاتنا مصلحة الفرقة. وارد انه ممكن يكون فيه اخلاف او حاجة. لكن احنا اكيد كلعيبة ممكن. طبعا طبعا عدم استقرار ممكن يؤثر علينا اكيد اكيد. لكن اه الملعب اه يعني لازم 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 تركز في اللاعب ولازم تركز في عندك اهداف. لكن اه لكن هو اكيد طبعا عدم الاستقرار ده بيأثر على اللعيب. اتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله بإذن الله سواء في التكملة مع سموحة او العودة لنادي الزمالك بشكرك شكرا جزيلا واتمناله ان شاء الله بإذن الله كل توفيق في الخطوة القادمة شابانة العيب كويس وان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه انبارح اتكلمنا على الزمالك وخروج نادي الزمالك ودائما أنا زي ما عادتكم دائما مع كل الأندية المتش بياخد بعدي نص ساعة كلام ساعة كلام اقفل الصفحة بتدي من أول وجديد على طول بتدي اشتغل مفيش قصة مش نهاية العالم خسارة او الخروج من الكاس هو مش نهاية العالم الناس قالت انبارح ان طبيعي بقى طبيعي هيطلع المسشار مرتضى منصور ويعلن اقالة فريرة ويعلن اقالة فريرة مرتضى منصور بقى سقفه دلوقتي سقفه يعني اعلى حاجة انا مختلف مع فريرة انا فريرة مش زيه زينا يعني ما زيه زينا في التصريحات يعني الناس قالتك لا احنا عارفينها بقى خسارة كم ماتش بتقولها بتاع اكيد حيطلع طب مبارح ما قالش مش نهاية عمبارح حيطلع النهاردة حيقول النهاردة ما قالش النهاردة حيقول بكرة طيب انا بأكد لكم على مسؤوليتي الشخصية على لان كل السوديهات كل برامج لانا بتسأل نفس السؤال الراجل ده مصيره ايه فريرة مستمر مع نادي الزمالك مهما كانت النتائج مهما كانت النتائج فريرة مستمر مع نادي الزمالك حتى نهاية عقده شهر ستة اللي جاي او شهر سبعة اللي جاي بنهاية الموسم ولا يوجد حديث يخص فريرة في التغيير حتى الناس النهاردة اللي بتقول من هو البديل لاحمد عمقصود او صودة مين هو اللي جاي مع الكابتن اسماعيل يوسف محمد صبري وحسين ياسر محمدي واحد منهم عارف عارف ان في بعض الناس ممكن تقول خلاص حسين ياسر الموضوع خلص حسين ياسر الموضوع خلص ولكن انا باكد لحضركم لحد من دقايق حسين ياسر على فكرة خامة كبيرة جدا وكل الناس بتشيد به والحقيقة مدرب كبير يعني مدرب واعد كبير ومحمد صبري انا تعملت معاه وراجل على خلقه مدرب كبير حتى من دقايق كان حسين ياسر ومحمد صبري اعلن الزمالك او بعض الناس قالت ان حسين ياسر ولكن انا باكد لحضراتكم ان صبري ما زال في الصورة صبري ما زال في الصورة احمد عبد مقصود خلاص في البنك الاهلي مع امير عبدالعزيز وقسامة عبدالكريم وبعض الناس قالوا ان الخسارة مبارح هي اللي خلت مرتضة ااخد قرار ان نحن احمد مصود يمشي ويجي متفين من الاول من ايا كان انتيجة من قبل المباراة خارج من باب الكبير قاعد مع امير مرتضة وراح عقب مع مرتضة وحلوا القصة ودي ومشيت الامور بهدوء ومشي الراجل وما فيش اي خلاف معاه عادي جدا ده فيه اتفاق ما بين الادارتين والامور على ما يرام اذا اذا زمالك زمان مش حيعود مش حيرجع التغيير للتغيير وخسارة ماتش دلوقتي بنغير الزمالك ما بيغيرش ومرتضة مش حيغير والراجل قاعد وفيه جلسة حتجمع المشار مرتضة منصور بفريرا والجهاز الفني بكر للحديث فيها عن بعض النقاط للحديث فيها عن بعض النقاط بعض الناس برضو بتتكلم وتطلع وتقول لك وحب وأكد لسيادتك ان سيستم الزمالك هو التدخل ومرتضة منصور ربع الفرقة ونص الفرقة بيحطها واسألنانا ما هو لو اسألك لو هو بيحط الفرقة مش هيطلع يعترض عليها بعد المش وفي الخسارة ما بينجبش سيرته وفي المكسب بنقول انه هو يعني او في الخسارة نقول انه هو اللي حد تشكيله وفي المكسب نقول فريرة خلينا نمشي بقى في سكة واحدة فريرة ما بيديش فرصة لحد وما بيسمعش حد والقعدة عشان كده عشان اسمع مستشارينك اسمع الناس اللي حواليك فقط لا غير يبقى يبقى فريرة هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة داخل المستطيل الاخضر وده سيستم الزمالك الجديد وسيستم الحقيقة يعمل هدوء مهما كان الاداء يقدر يطلع الزمالك بالهدوء وافتكروا الكلام المؤسسات الهادئة المؤسسات دائما الهادئة هي اللي بتقدر تطلع من مطبطة امبارح اعتردت او امبارح امتقطت يعني وقفت عنده هو عنده رصيد ولعب كبير وعمل اداء جيد جدا زيزو وبعد الناس قالك يعني هو انت مش قادر على الشيكبالة فانتقط زيزو انا ما انتقطت زيزو عشان ضيع ضربة الجزاء عشان كده ما رحت لشيكبالة قلت انا ما اقدرش انتقده لان هو شاد ضربة الجزاء وربنا ما وفقوش شيكبالة عادي دخل عمل اللي عليه شاية الكورة عمل اللي عليه مفيش لكن زيزو ما عملش اللي عليه زيزو داخل شاية بطريقة عايز منع حسابات تانية غير غير ان الكورة تخش شبكة شوية بقى حاجات تانية اما بتبص شوية حاجات تانية دي الكورة ما بتخش الشبكة بالبلد كده ربنا ما بيكرمش لانك عايز لقطة والكورة مش بتاعة لقطة الكورة بتاعت مجهود وتعب وعرق وشوية حاجات كده الكورة فالناس قعدوا مبارح ده هاجم زيزو ده صح ده غلط ده جيه عليه اصل حكاية زيزو نفسه زيزو نفسه اما انتقدناه اعتذر زيزو نفسه عمل تويتا اعتذر فيها للجمهور وقال ان هو ما تعودش يهرب وقال ان هو بيعتزل لجمهور الزمالك وقال زي ما بيطلع في الفرح ويكتب ويعلق بيطلع في الحزن وقول انا اسف عاك علي بصراحة بصراحة تصرف رجولي من لعيب محترم حتى لو اخطأ احنا خلاص اتفقنا هي مش نهاية العالم مش هتتبح اللعيب في الاخر انت بتقول اللعيب ده غلط كمل ده غلط كمل وزيزو لعيب كبير وزيزو عنده رسيد كبير غير لعيب عنده ثقافة كبيرة لعيب دماغه ما ورمتش باللغة البلدي ما كبرتش مش حس ان هو طاير من على الارض لا عادي انا بتاعكم ودخلت شط الطريقة غلط واستعرضت وضيعته سمحوني انا اسف خلاص عفو الله عما سلف نقطة ومن اول السطر مش نهاية العالم اللقطة الحلوة لازم نوقف ونسقف واللقطة الوحشة لازم نقول دي غلط عشان ما تتكررش زيزو بالعمل النهاردة اعتذار هي لقطة محترمة نكنلها كل احترام ويستاهل عليها كل تحية ويستاهل عليها كل تحية عشان عشان الامور تبقى واضحة عشان الامور تبقى واضحة فالحقيقة انا بحييه جدا خلاص خطأ خلصنا اقفل الصفحة كمل بكرة يوم جديد بكرة يوم مختلف كل الناس بتقولك هو ايه مشكلة هو ليه مرتضى منصور صفقة ايبوكا مش عايز يعلن عنها ايه القصة هو في حديث على ايبوكا في حديث على ايبوكا طب خلاص بقى ما نقول يعني القصة ايه الموضوع الموضوع انه هو شرحت لكم قبل كده وقلت لكم الزمالك اتكلم مع سراميكا وفاتح المجال وفاتح المجال ولكن الزمالك حاطت سقف للشغلانة مش ايبوكا بصفة عامة حاطت سقف للشغلانة ولا بقى رايح في اه في اربعين ولا في خمسين ولا كده ولا هنا ولا هناك ولا الكلام ده وحاطت سقف ايبوكا خلص بالحتة دي حيعلن ايبوكا ما خلص بالحتة دي مش هيعلن نحن في مرحلة الشد والجذب ما بين نادي الزمالك مش شامل طاوة منصور والنائب محمد ابو العنين وطارق ابو العنين في هذه المسألة تحديد السعر هم النهاردة هحددوا احمد سامي عايزوا ولا مش عايزوا كلام احمد سامي كده ان الشغلانة خلصت يعني الراجل خلاص بر حساباته ولكن هي دي الوقت مرحلة ان احنا نجيب افضل سعر وهي دي نقطة مهمة جدا ان احنا نجيب افضل سعر افضل سعر ده ممكن يكون سعر كويس بس اكيد مش الاسعار الكبيرة اللي احنا بنسمع عنها ما اعتقدش ان الامور يعني حتمشي في الحتة دي ما اعتقدش قولولي قولولي طيب اه برضو عايز اقولكو حاجة كنت اكلمت على النادي الاسماعيل و قلتلكم الناس قلقت بعد رحيل مجلس دارة الاسماعيل وانا قلتلكم ان ميده مكمل والجهاز الفني ولازم الجمهور يبقى داعمين لي وان وزارة الشباب والرياضة او الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مش هيسيب النادي الاسماعيلي يعني مش هيسيب النادي الاسماعيلي كده مجلس مشي كرسان طيب لا هو الان في مراحل وفت فوض لللجنة القادمة والنهاردة قعد مندوب من الشباب والرياضة مع احد لعيب النادي الاسماعيلي اللي كانوا مقدمين شكوى وكانت ممكن الشكوى دي تعمل ايقاف لنادي الاسماعيلي بالتفاهم معه في فلوسه هيخلصها ازاي يبقى الوزارة ابتدت تتحرك مع النادي الاسماعيلي زي ما انا قلت لحضراتكم بالظبط اشرف صبحي مش هيسيب الاسماعيلي كده وحيجيب ادارة للاسماعيلي تقدر تحل يقدر يكون عندها حلول اهو ده فخر الدين فخر الدين بنيوسف ومدير مدير الشاوير الرياضة بالاسماعيلية وانتهت ازمة المستحقات وقصة طوله وخلص الموضوع والراجل هياخد الفلوس بالجنيه المصري ومشت الامور بشكل هادي جدا وكل سنة وانتو طيبين فيش حاجة خالص الامور هادئة جدا 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 والامور ماشية بشكل هادئ اسماعيلي محتاج ايه اسماعيلي محتاج مسندد جمهوره واحد من الجمهور يقول لي يا عم انت كل شوية تنادي علينا احنا اقول له ما انتو صاحب البيت انتو اصحاب البيت محدش تاني كل الرجالة دي دي ديوف خلي بالك ييجي ابراهيم عثمان ييجي يحيا كومي ييجي ميدو ييجي اشرف خدر يمشو يعودو كل الناس دي ديوف انتو صاحب البيت مين حيحامي على البيت او مين حيحارب على البيت غير صاحبه انتو صاحب البيت فعشان كده بالنادي ممكن يبقى فيهم طب اتنين تلاتة خمسة ستة في الاخر اللي بيطلع اي فريق من مطبه من قزمته مين جمهوره اللي فوى النادي يقالي النهاردة جمهوره كلر واللعيبة واداء رائع جمهوره اللي حيسند الزمالك والفوى جمهوره اي فرقة كبيرة من غير جمهوره مش هتفوق عشان ما تضقوش وقتكو انسوا الاشخاص وانسوا بتحبه وتكره والجمهور بقى فاهم بقى فاهم مين يعني بيعمل لقطة للشو ومين بيحب الكيان حب الكيان ده شغلانة بتحسها من القلب انت الوحدك يعني انت الوحدك بتحسها وبتحس ان خلاص ده راجل بيحب الكيان نسنده ما تسندش حد ما تسندش شخص سند الكيان وسند اللي يركب معك في الاوتوبيس هو ده هو ده الصالح وهي ده المصلحة وهو ده الافادة وهي ده حقيقة نصحتنا لالاسماعيلي اسماعيلي بيعدي بازمات ولكن ان شاء الله باذن الله تكون اخر ازمة ويطلع النادي الاسماعيلي من ازماته وان شاء الله باذن الله ونشوفه في المكان الهادئ خلصنا اخبارنا نطلع فاصل وبعد الفاصل ناقضنا الرياضي الكبير الاستاذ فتحي سند وحديث خاص جدا اشتركوا في القناة نرجع تاني ونكمل حديثنا مع ناقضنا الرياضي الكبير الاستاذ فتحي سند شرف زفاني من نهار دي دايماً بشضف بوجودك اخبار حضرتك حبيبي كله كويس كله تماما توقعت مبارح مباراة الزمالك مع برامس لا ما توقعتها هايش توقعت فوز الزمالك قبل المطش اه وتوقعتي يعني تأكدت بالهدف المبكر كنت بتكلم النهار ده مع مسؤول في نادي الزمالك مسؤول كبير في الزمالك يعني فقال لي جملة مهمة جدا قال لنا انا زعلي ان احنا يعني كانوا نعملوا ايه تاني عشان نكسل عبدالله السعيد طلع بالزبط وعلي جبر طلع بالزبط طب نايس مين تاني يعني انا يعني قبل المطش توقعت ان الزمالك هيكسب ليه سيرك من هكيات كعب العالي على الكلام لكن الزمالك يعني وضعه في الدوري وبيحافظ على لقب بتاعه وخارج من بعض المشاكل والازمات اه الجن فعلي ثلاث دقايق الجن جميل لحسام عبد المجيد طرد علي جبر خلاص عشان كده ده التوقعات اللي جد كده اللي حصل بعد كده خارج التوقعات خارج التوقعات فيه تخزن فيه تراجع فيه استهتار فيه عدم جدية فيه يعني نوع من يعني التسليم بان الدنيا هي ممكن يعني زي ما ترسدوا قيلها تحس ان اللعبة فعلا فيها يعني مشاكل رئيس النادي مرفضة منصور طلع بعد المطش قالك ان فيه شلل جوه الفرقة فيه عيال لازم تتعاقب اللي بيحصل الداخل الفرقة وقلت اللبس خلاص النادي يعني قال كده ده لازم له من عقاب كم كنت اتمنى ان العقاب ده ما يكونش انتظارا لنتيجة مطش الاهلي وان نشوف مطش الاهلي حيمش على ايه لان ده ده يعني مش دي سياسة الزمالك في الفترة اللي كانت سببا فينو يقل دور سنة فاتت لما العالة برضو وقع تتدلع وتتدلل وتتمايز وجيه ملتضى وقال لك ان احنا اللي هيجي الساعة 12 يجي فاجل اه هو ممكن يكون فيه اجراء بس ما فيش اعلان لا ما هيجي انا خال نفسي بقى انه طز بقى حتى في مطش الدولي لانه ان انا استنى يعني انت بفرد الفرقة كسبت ازا ما عليك طب المرض ده هيتعالج الخلل الكبير داخل الفرقة هيتلم انت مطالب ان انت اتعالج وتعاقب وتفدي وتلم انا رأي في نفس تويد ان في حز السخونية دي كان لازم المشارك يتفضل والزمالك يملك مجموعة لعابين يقدروا يكملوا تساني فات لعب ما لغير فرقة هيرجع تاني العاب الصغيرة اللي فعل الناس بتتكلم منهم هيرجعوا هيرجع المخلصين للفرقة الاستضطار اللي جوه الفرقة ده كان لازم يكون العقاب فوري واعتقد ان العقوبات الفورية السابقة قاتت بنتائج ده وجهة نظر الشخصية لكن ان انا استنى وحطهم بقى في امتحان لو نجحتوا فيه حتى لو نجحوا فيه ما تضمنش ان العلاج الجزري ممكن ان هو يتم ده وجهة نظر الشخصية بس شايف ان المباراة بيرامدز والاهلي في النهائي هتكون مباراة كبيرة ولا مباراة من طرف واحد لا مش الاستحالة مش من يعني يعني الاهل بيرامدز عادة بقدير بخاص يعني الاثنين نتيجهم متقربة وفيه نوع من السخونة ونوع من القصارة والندية والكلام دي كله يعني اول مرة بيوصل بيرامدز للفاينال ومن حسن حظه ان هو بيحيلعب مطشه قدام النادي الاهلي ندل انادي كبير جمهيره كبيرة وكما على اثنين فبراير بس هي هتتأجل تأجلت اه تأجلت لكن هو لا مباراة طبعا خمسين خمسين يعني صعب جدا تقول مين يكسب اه لان اللي عاملوا بيرامدز جفباتش زمالك لو بانع عليه هيبقى حاجة جمدة جدا في رقب طلع بعشرة بيطلع علي جاب استوبر المدافع الاساسي بيخرج عبدالله الصعيد كمان بيتشيكو بيتعامل بشكل مختلف عن الفكر التقليدي عمل جيم عشرة عشرة استحق عليه الفوز رأيك ايه في ضربة جزاء زيزو يعني دلع انا بد يعني ما ينفعش رأيك ايه في احتزال النهاردة زيزو اه امر طبيعي ان هو اعتذر يعني هو يعني يعني لان ضربة الجزاء دي ما ينفعش تيجي من زيزو كده وعن زيزو ده هو اللي دايما بيبدأ تزديد ضربات الجزاء واللعب بتاعنا لما الدربة الاولى بتجلي او بتفلت يعني بتأثر بعد كده يعني لكن طبعا لا ما لعباش كده ويزيزو ما لعباش كده يعني معرفش ايه ده يعني هل هو استهتار باحمد الشرناوي هل هو عايز معرفش طبعا خطأ كبير جدا جدا من اللعب دولي اعتذره ببطولة ايه لي موصر ان هو تايه بالشكل ده في اخر 4-5 مبرايب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا في حاجة اليهم. عشان اللعبة دي جات. انا اتكلم كلام بعض ومتغطي وبعض ومتغطي. اه بيدفع ببعض التغييرات اللي ما كانتش هي تغييراته اللي قبل كده. تغييراته كانت دائما شط التاني زي بيكسب بساني فاتت. اه. تغييراته شط التاني. طب ايه اللي مخليها استاني دي كده. انت عايز صفاقات الادرة جابت لك صفاقات. انت عندك ناشيين. ما نقول لك اللعيبة. اللعيبة لسه اللعيبة لسه ما ده كدتش جوه المنظومة. ده الموسم نص الموسم قره بيخلص. مهدي الكارثة. يعني انت هو سامسون ده. انا احسابش ده ما يقولش معاي. اه. انا شايفه لا يصلح. بكلمك بصراحة يعني. اه اللي اضافه يعني. اه العمر السيسي ما قدم ليش اللي انا شايف انه هو. سامسون ده على فكرة ليه بكويس. جدا يا بي. وما قدمش وما قدمش حاجة مع الزمالك. يا كبت ان انا قصد كده ما انا. انا مشوفتوش. انا شفت الكليبات بتاعته خطيرة جدا. مه. تمام? اه مصطفى شلبي ما لسه ما شفتوش. يعني كل الناس اللي جات. مه. معظمها اه يعني حتى اه دونجا غاب كتير ورجع كويس. مه. دونجا كويس. فالمجموعة اللي لعيبك كتير ليه. واخد بالك. اه بعضهم ما هواش افضل من الموجودين. وبعضهم برضو مش احسى من العرب الصغيرة. فالتركيبة. طب ما تد كويس. مين طلب منا? انت صاحب القرار. هو لا هو 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 بيعيش حال ترتباك. حال ترتباك. بيعيش حال ترتباك. اصدت بشكل كبير على القصة. ولكن نغمت الجليان والهزيان اللي مغضوط. لا لا هو هو مكمل الرقل. لازم يكمل. هو مكمل. لازم يكمل. لانه ايا كانت ضغوط اللي على رسالة التواصل مهام. التناعي معت incumbes. بس ايه فكرة كلها اني مزاجل برضو ايه? يعني اربعة تلاتة تلاتة مش مش ماشي مع مش ماشي مع الكلّة المصيرية كلها. يعني. يقول لك عبدالله السعيد يجي زمالك. ماشي? طب عبدالله السعيد لو لي زمالك هيضيف? انا شايف ان هو مع كيروش فأربعة تلاتة تلاتة مع ماشي مكانه. عبدالله السعيد لازم يجي يلعب في طريقة لعب تديله الافضلية. وابدالله السعيد مازال عبدالله السعيد? عبدالله السعيد اه لا طبعا مش عبدالله السعيد. ما يديكش تسعين دقيقة. ما يديكش تسعين دقيقة. لكن هو ممكن يديك. يعني وقت. وقت كده زي ما كان بادئ مع تكيس في فترة من الفترات. كان بيدي له شوية مش كل المباراة يعني. لكن عبدالله السعيد يعني يعني. ما نقول لك يعني طريقة اللعب مش يزر. مش مخليها لعبة الزمالك. بحريتها. اذا اوباما اللي كان كويس جدا سالي فاته. اللي حد خبير مشي. يعني العنوان بتاع فيه رأيه رأيه. اه. تعامل مع القماشة. تعامل مع القماشة. بس. يعني ما حطش اللي في دماغه انا. يعني انا كمدير فن شطرتي. ان انا مجيش زي زي بطريقة لعب. لا اللعب المصري او الكرة المصرية. سخر طريقتك على القماشة. على القماشة. هتنجح جدا جدا يعني. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا مع الاستسفات في السلام. نرجع بقى مع الاستس فاتحي سند. اه فاتحي سند ونروح شوية المنبورات الاهلي واسموح. فوز النهاردة مستحق الاهلي. اه طبعا فوز مستحق الناد الاهلي. اه. يعني الهدف محدد. الناد الاهلي نزل مركز. اه. سرعات و اه. هارهات ايجابية على الهان اسليمان اتخض. الهان اسليمان تعريبا التركيز كان لي جامد. اه. خضتين زي ما حسيتك قولت كده. اه. بهدفين. بس تحس ان الهان اسليمان يعني في حاجة. في حاجة. يعني زي ما انت قولت كده. يعني مش هو الهان اسليمان يعني. ساعات بلاني مرشاة جبارة يعني. اه. لكن ده طبعا اه سيطر الناد الاهلي كله يعني كان ممكن يجيب اهداف كتير. لكن يستحق المكسب. حاول يرجع طبعا السموح في الشوف التاني. لكن كان خلاص المسألة منتهية. لو انت ما كان ترى العشي تغير التغييره دي? اه لا يعني هي تغييره صح. اه. بس انا يعني كنت هكلم الهاني اسليمان فنج بن سلطين. واقول له يعني اه اسحى صح صح. اه طبعا هاني هو اللي صح اللي عمل طبعا. هو اللي صح. هو اللي صح. احناك عايز تقول عاطفين ما تقدرش تعمل. اه انا انا كنت عامل الغلط. اه. بحقول لي يعني اسحى وصح صح وكده. وهو برضو الهاني خارج على فكرة. وده حالة كويسة من طبعا العشري. الولد خارج برضو حتى بيقابل زميله وعمر صلاح. يعني زي ما بيقول له يعني ايه انا انا مش انا. اه. اخض بعض بالحب. فيعني هو حاس انه هو يعني مش في حالته. عشان كده خارج مقتنع تماما. وقال طبعا العشري هيكلمه اكيد بعد ما خرجه وقال له يعني انا غيرتك لان انت مش فيهمك يعني. لكن طبعا العشري عمل الصح. انا كنت عمله غلط. توقعت مشاركة كهربا? لا. وتوقعت تقلقه? لا ما هتوقعتش انه شارك. ولا توقعت انه ما يتقلق. لا يعني انا طبعا وقلت لو شارك مش هيعمل حاجة. انا قلت كده. اه. فهو مش هيبتدي بيه. هيديله مسلا ربعة ساعة. بالزبط كده. وبعدين هو جاب جون حلو. اه. لا ده عمل تنقسست وجوله وعمل. انا بتكلم على الجون يعني الجون اه الجون حلو الجون سليم. لكن هي الفكرة كلها انه يعني اه رجوعه في هذه الفترة وفي هذا التوقيت. وبهذا الشكل. وبالحوار اللي بينه بين الجمهور الاهلاوي. وانه ينطوا ويروح لهم ويكلمهم. بيبعثهم رسالة يعني. يعني ده ده بيشير الى انه اه هو قاعد وحيكمل. ويشير الى انه هيدفع. اه. مش كده ولا ايه. يعني هولا الاجتماع. حولتك قدر? لا يعني معلوماتي ان اللجنة انضباط يعني مدية مهلة. واني يوم الاثنين فبراير. اه. ولواني انا مش بكتي. لان انا معينتش هخش في مساحة. ممكن اكتشف فيها انا وكنت بتكلم وحلط. هو ما اكترها هزير ايام. كتير. سألنا حضرتك قبل المطش. عن مطش اه بسين ما اصالت. فهروح ناخي الناخي الكبير اقول لك لا. على الورق فلد افضل. والله بكلمة الجد. وان اللي هيكسب في كل ايدي. اه. بلاقي دينا بتتغير. ايه بسوابت. احنا بنكلم في سوابت. اما انا بتكلم في سوابت. السوابت اللي حركت. السوابت. ما حديدش موجودة بالشكل. لا فاندي موجودة. يوم 18 لو ما دفعش ده اخر يوم. لا انا بتكلم على مشاهدة الكورة. اه. لكن تعالى بقى هو لازم بالاجتماع. اه. لازم حيدفع. والزمالك بعد اهل ما دفعت. اه. اللجنة انضباط اللجنة انضباط يوم اتنين اتنين. اه. كل حاجة هنا لا متغيرات بقى. اه ما انا بحكيه لك اه. اه. يعني انا حتى كلمت فيه ناس كلمون. او كلمت ناس قبل ما اجي. عشان افهم الحتة القانونية في الموضوع. حتة القانونية في الموضوع اللي مش في هالزمالك. اه. ملاش حاجة. لازم اتدفع. اه. الفتر اللي بيلعب فيها دي الاتحاد الدولي شايف ان هو عشان دايما الاتحاد الدولي مستحط اللعيب. يعني عايزه. يبا نقود في الملعب يعني. لكن حيدفع. يعني انت لعبت يا كهربا. وممكن تلعب مطش الجاي. وممكن تلعب مطش الاهل والزمالك. اه. واتمنى ان نزولك في مطش الاهل والزمالك. يكون بشياكة وباناقة. وبعدم مغزة جماعير. اه. وبعدم اصارة ولا من جمهور الزمالك ولا من جمهور الاهلي. احنا في زمن لاحتراف. فانت ممكن جدا جدا تلعب مطش زمنك. اه. صح? حقه. انه يلعب. بس نتعامل مع القمة بتحضر شديد. اه. لا تستجرب على ثلاث اربعة ايام. ما يكونش كهربا مصدر يعني حديث طول الفترة اللي فاتت. اه. ثم يتحول الى مصدر يعني التوتر او الالأ. هو ما هو. يعني ارجو ان جميل الزمالك. وكل معسكر الزمالك ومعسكر الاهلي يتعاملوا مع اشتراك كعرابة في القمة دي انا بتكلم قابليك اهو. اه. دارة ايام. على انه امر طبيعي واحتراف منطقي. نتعامل مع الامر الواقع بتحضر. صح. بس. بس كده. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل. حلوك تقول ايه بقى العيبت النادي الاسماعيلي والجهاز الفن بكوات الكابتن احمد حسان ميدو عن الفترة اللي جاية بقى ان شاء الله الاسماعيلي اكيد فريق كبير قادر اللي هو. طبعا 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 فريق كبير جدا جدا. وله حق التقدير. واحنا طوله عمرنا بنحب النادي الاسماعيلي جدا. ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. وهو ان شاء الله بازن الله لأيام الجاية. هيبقى الافضل وهيبقى الاحسن ان شاء الله بازن الله. يعني على المرة قبل الحلوة. وده الشيء المهم جدا من جماهير النادي الاسماعيلي دايما. عايز حالك تقول ايه بقى للعيبة والجهاز الفن. انا اقول ان هم ايه بقى العرب وقت ان شاء الله. يعني احنا بنقول لهم احنا وراكو. في اي في اي وقت في الفرح في الحزن معاكو. ولازم تخليكو رجالة عشان نادل اسماعيلي هو اللي هيخليكو في المنتخب. وهيطلعكو لعيبة كويسين ان شاء الله. وطبعا فريد اسماعيلي طبعا طول عمره بيغزي الاندية كلها سواء اهلي او سواء زمالك. وبيربي اجال كتير. ريت اللعبة تحس باللي احنا بنحسه لو ما بيخسره ولا بيكسره. ما عادش حد بيحس بحد. شوية جهد شوية تعب. حسوا بالناس اللي تيجي وراكو كل المتشاط. كل الناس بتقولكو يا الله شدوا يا رجالة. ان شاء الله في تحسن في العداء ان شاء الله. واللي جاي احسن ان شاء الله. مع مدير فني واعي كابتن ميدو. ان شاء الله خير ان شاء الله. لعيبة لازم ان تبقى رجالة شوية. يعني يقفنوا نفسهم بلعيبة تانية في اندية اقلم الاسماعيلي كتير يعني. عايز اقول لعيبة يعني يا ريت تقدروا الفلنة بتاعة اللي انتوا لابسينها بتاعة ناد الاسماعيلي. ناد الاسماعيلي كبير من الصغير. ان شاء الله بإذن الله يرجع الاسماعيلي تاني لمنطقة الامان. شكلت الاسماعيلي في ايه? الاسماعيلي في حاجتين. الحاجة الاولانية انه رموزه اه اللي بنت هذا الناس دي تفشط. ده رقم واحد. اه نمر اتنين انه نزام الاحتراف لما دخل مصر. دمر كثير من الاندهاج الشعبية. اه اختفت. ويخشى على الاسماعيلي اللي انا شايف انه عمره بحينزل. اه عدرتك كان معاك من يومين الاستاذ خالد الطيب اوضو مجلس الادارة. وكان مع اه ابراهيم فايق موجود حمد اه حسن عمد رابو. انا اهتمت جدا انا اتفرج على الاتنين. ده بيتكلم كلام كويس قوي وده بيتكلم كويس قوي. لكن معظم الكلام ضد بعضه. اه ده يقول ان اه اللعيبة دي جات وحسن مقضى عليها. حسن قالك انا معرفش اي حاجة. يهمني في الموضوع ده كله انه اتقال اه على لسان حسني انه في بعض اللعيبة جات مش عارفها جات ليه. وانه كان في بعض العمولات اه تم اكتشاف ان في عمولة في لعيبة اتنين مليون فتم افسادها وبتاع عمولات جوه المربع. فده ده الفساد اللي موجود في الاندية المصرية واللي واللي ينبغي ان الدولة تتصدره. اللي تبقى العشان يمشي صح. المجلس ده ماشي. مجلس كده احيق كومي. ماذا قدم مجلس المجلس احيق كومي. ماذا اضاف. اه ماذا هيق من اجواء. برأي اخ عمل ايه. ما عملش حاجة. ولازم من المرحلة دي تقيم النادي مشت ازاي. بياتوا فلوس منين. راحت فين. استرفت ازاي. كده. المجلس ده هيستلم ايه. وهيعمل ايه. ويبقى الشارع الاسماعلاوي. عارف الجين يمشي ازاي. مه. يعني مسألة ان انا يقولك ان فيه لجان برضو استاذ خالد طيب. فيه لجان في النادي عشان التسليم وتسلم. الى متى سيزل التسليم وتسلم كده في الهجايس يعني. انا عملت نصيبة وغرست بيها بالنادي بتاعي. وعملت كوارث وبعدين اسلم. طب ما تحاسبوني. لازم اتحاسب. هل انا نجحت? هل انا كسبت? هل انا تربحت. مش كده ولا انا بتكلم. اه في الحيطة دي ما تقلقش. اي حد هيعمل اي حاجة اشرف صدق. انا انا ما شفتش حاجة خلط بتحصل. من يوم ما انا عرفت الرياضة. ما شفتش مسؤول في نادي. اتحاسب. اللي اللي هيغلط هيتحاسب. اه. انا اتعني اجيب الملفات دي كلها واشوفها. اه. انا عاز اقولك يعني ايش يعني الوسط الرياضي لازم ينضف. اه. لازم ينضف سلوكا. سلوكا في الكلام والحوار والده. ما الحوار ده هو اللي بيفلي النتاج ايجابية. اه. في اي حاجة. لما بقى بينه بينك مساحة حوار. اه. مش كده. هنكمل مع بعض. صح. لك هنعنضل زي الديوك قاعدين في بعض كده. اه. مش هينفع. فانا ارضه انه الاسماعيلي قبل ما نال المجلس الجاي. ييجي المحل فاتل تقيم. ونشوف ايه? ومش بس. كل الاندية. اللي بتخلص مدتها وبتسلم وتستلم. اللي بتسلم وتستلم واللي مليانة فساد. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معه اصفات حساند. نرجع كده ناخد رأي اصفات حساند في بعض العناوين رأيه كفية. سموح اتخطف في سبع دقايه في مباراة اليوم امام الاهلي. كابتن طارع العشري. اه هو اتخطف اتخطف اه مقدرش يعني يرجع. مقدرش يرجع. اه لانه الفروق كبيرة. اه ممكن اتخطف هو عند الان انا اعود. اه. انت اتخطفت وانت مش قادر يعني. اللي بعده. مواجم جنيد في الاهلي قريبا. كولر المدير الفني للناد الاهلي في المؤتمر. هو يعني النهاردة لما شفت اه كهربا نزل عمل حركة. وبعدين لما شفت اه شهادي. اه نزل بديل. شفته اللعب نصف ساعة او فترة كده. يمكن افضل حاجة لعبها. ام. بيجري وبيقاتل وبيعدي وبيسند وبنحطة وكويس يعني. ام. فانا شايف ان زي مرة الفاتحة بما اكلمت محضرتك هو يعني. لو جي اضافة خارقها للعادة. اهل مساء لنا يا كابتن كولر. لو جات حاجات كده زي اللي جابها موسيماني. يبقى فيها انا. عبدالله السعيد فوق التقييم. ناخد الاول ساحصل على مستحقاتي لدي الاسماعيلي بالجنيه المصري. فاخر الدين بن يوسف. جلسة النهاردة مع اه اه وكيل الشباب والرياضة. انهت الاسفل. هياخد فلوسوب المصري. اه بتاعت اسماعيلي. الله نعرى عليك يا فاخر الدين من اه. عبدالله السعيد فوق التقييم. مفيش حد في الدنيا. مفيش حد في الدنيا. لك ابت محمود فتح الله. مفيش حد في الدنيا مش فوق التقييم. لكن ممكن اه اقيمه واقول. اه. عبدالله سعيد نجم كبير. مازال يعطي. وفي ريحة الوردة. لكن اه يعود تتبل الوردة ورحتها فيها. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل حادثنا. نرجع بقى ونكمل حادثنا تاني مع استاذ فاتحي سند. بعض الناس بعطال لحضورك تعليق ان انت يعني اه. زالية منك شوية انت قلت ان الاهل يكسب بيرامدز بمعاونة احمد الشناو. مجبتش سيليت انت الهني سليمان. مع ان الحاكبين مش صحيح. لا. لا انا اما قلت بمعاونة وده فعلا بعد ما يعني قلتها. حسيت ان انا اندمت من الكلمة دي لان يفهم منها ان هو يعني متساهل. مه. لكن هو العيد بيغلط. خلطه. مه. بيتحول اوتوماتيك. لو العيد مش فحلته بيدي افضل المنافس. بيدي المعاونة للفضل المنافس. النهار ده طبعا لان انا يعني يعني حسيت ان انا يعني يعني زودتها. وانا بتكلم مع احمد الشناوي. اللي كان سبب بعد كده ان هو يتأهل ببراميز للفاينال. طب خد العنوان ده. قول لي رأيك في ايه بتاع احمد الشناوي. احمد الشناوي بيصرح وبيقول نستحق الفوز والعبته امام الزمالك بالمسكنات. ده يبين ان مش كل حاجة ممكن الانسان يقولها. انا تحديدا ممكن ما كلها صح. ممكن ابني على حاجة اه ما كونش عارف اه ابعدها. ممكن تكون اصابته دي يعني جزء كبير من العيد ما بيكونش في كامل تركيزه. فطبعا اه انا بحي احمد الشناوي النهاردة كابده من زمانك كان لعيب هايل. والهاني سليمان قلت انه هو شكله. مم. يعني ما كانش هو الهاني. في الولد بيفكر في حاجة يعني. مم. ولو انا كنت ما كان طريق العشري. مم. اه? وتعاون خطأ او ساعد الاهلي بخطائين انه يتقدم مبكرا. مم. فقلت انت ساعة مش هخيره. كنت احاول اقفع رجله. مم. وفي نفس الوقت باعترف لك ان طريق العشري هو اللي صح. اه. البرت مدرب باوكلن سيتي قال ان ديانجي افضل عافل ندل اهلي. هو ديانجي اكتر لعيب بيبزي المجهود ولعيب فعال. وهو عايز يقولك ان ديانجي يعني هيكون تحت الرقابة عندي يعني. لكن دي وجهة نظر. في ناس شايفة ان في يعني اه حاجات تانية لعيبة تانية. تمتلك حضرتك. في ناس شايفة السلية هو احسن لعيب حمد فتحة حسن لعيب. اه اه اه. تمتلك حضرتك من الشداع او اه القرار في التوقع من سيحسم الدوري? من الافضل الان? من انت اغطى علي المرة الفاتر عشان اقولك فاترك الزمالك هيكسب الدوري. اه. فما ينفعش النهاردة اقولك الزمالك مش هيكسب الدوري. من حقك تقول اي حاجة? لا 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 مش عد انا انا بس انا عد الرأي اه. اه. في لما يكون حاسس. اه. 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 مش بقى خدها كلا. ما زلت حضرتك رأيك هو اه. لكن ما زلتها عند رأيي. اه. ولكن. اه. النهاردة فيه ولكن. اه. يوم السبت هي اما اكد لك وجهة نظري. كم في المئة نسبة المباراة? يعني. اه. الفرصة المين اكبر اه مين ما عندوش فرصة. اه. بالارضاع اللي جوه نادي الزمالك دي. اه. اللي هي الدربكة اللي تتكلم عنها يا رئيس النادي. اه. وعدم الاستقرار والشلالية والكلام ده كله. اه. ازا اتحلت اه هيشم ريقه. هيبقى خمسين خمسين. اه. ازا فضلت نفس القصة دي هتبقى الفرص الزمالك اقل. شرفتنا نورتنا يا فن. انا متشكر جدا. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهاردة مع الاستفاد حسامت. بشكر وشكرا جزيلا. بكرا ان شاء الله بازن الله حلقة جديدة. اشوفكم على الف خير.